أحمد ابن ماجد The First Arab Seaman أو البحار عربي هو موضوع Listen 1 في Connected Plus 6 Unit 5 We will know a lot of information about أحمد ابن ماجد حنعرف عنه معلومات كتير بطريقة بسيطة وحنحل التدريبات من كتاب الباهر وكمان حنكتب البراجراف عن أحمد ابن ماجد لايك بقى الاستشان اللي حيكون مفيد جدا إن شاء الله وحتلاقي في صندوق الوصف رابط جروب التليجريم للتواصل وكمان رابط صفحتنا على الفيسبوك ودلوقتي حتلاقي على الشاشة زهرك رقم واتس للاستفسار عن دروس الأونلاين ودلوقتي يلا بينا Let's get started The first word عندي هنا Astronomy Astronomy يعني علم الفلك Astronomy Astronomy الأولى اللي بعد ال-or بقولها a وال-o اللي بعد ال-n شوى يعني بتبقى خفيفة كأنها مش موجودة فبقول Astronomy 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 علم الفلك Astronomy Astronomy ياريت تقوله وراي عشان يبقى سهل عليكم Astronomy Navigate Navigate يعني يبحر يعني ينتقل أو يتحرك أو يسافر في البحر اسمها يبحر Navigate 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 Fascinated by اللي هي مفتون بيه أو يعني مهتم بيه عجبه الشيء ده جداً مبهور بالشيء ده دي خدناها قبل كده Fascinated by وناخد بالنا أني معاها حرف الجار by Fascinated by Fascinated by Fascinated by Navigate قلنا يعني يبحر طيب Navigator يعني البحار الملاح الشخص اللي بيبحر اللي بيبحر اسمه Navigator أنا هنا جبت اسم الفاعل يعني الشخص اللي بيعمل الفاعل بإضافة O R Navigate Navigator بس طبعاً حزفت E وإحنا عارفين طبعاً أن أنا عادةً بجيب اسم الفاعل من الفاعل بإضافة ER زي مثلاً يبني Builder بنا Make يصنع Maker صانع بضيف ER ولكن في بعض الأحوال بضيف OR زي هنا Navigate Navigator وكمان زي Visit يزور Visitor زير يعني ممكن أضيف ER أو OR زي الحالة دي Navigator Navigator Navigate Navigator أما بننسلة فهي شبه الجزيرة شبه الجزيرة طبعاً اللي بيحويتها الماء من جميع الجهات إلا جهة واحدة بس بتبقى متصلة باليابسة لكن لو من كل نحية فيه مية يبقى دي اسمها إيه؟ Well done لللي قال Island يبقى Island يعني جزيرة حواليها المية من كل الاتجاهات Island والقس طبعاً Silent لكن بننسلة شبه الجزيرة بننسلة 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 شبه الجزيرة Sailors بحارة جمع طبعاً singular بتاعها Sailor Sailor وبرضو هنا حبايبي جاية من Sail يبحر دي verb أضفت O قار عشان أجيب اسم الفاعل الشخص اللي بيبحر اسمه إيه؟ اسمه Sailor والبلورال Sailors Sail Sailor Sailors person يعني شخص person person طبعاً أنا بقولهاش person أي O-N في آخر الكلمة ال-O هنا بتبقى شوى يعني كأنها مش موجودة فبقول person person master master يعني سيد أو ماهر يعني أقول master of the sea يعني سيد البحر master master ocean ocean اللي هو محيط وإيه هو ocean؟ ocean is a big sea هو بحر كبير البحر الكبير اسمه ocean ocean intelligent 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 winds رياح winds 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 space كلمة space معناها فضاء ومعناها فراغ ومعناها منطقة فاضية space 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 stars نجوم stars 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 singular singular store accept accept بستخدمها للاستثناء معناها ما عادة أو إلا accept 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 أمان هي دولة عمان أمان أمان the adjective صفة معناها عظيم أو رائع great 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 reliable 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 يعني موثوق بي أو يعتمد عليه reliable 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 يريد تقولها ورايا reliable reliable poems يعني قصائد قصائد شعر poems 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 قصائد poems poems فيماس مشهور فيماس طب مشهور بي يعني إيه؟ مشهور بي يعني فيماس فور فيماس فور فيماس فور فيماس فور احفظها كده FF فيماس فور فيماس فور planets كواكب planet يعني كوكب planets كواكب planets 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 أما monsoon فهي الرياح الموسمية monsoon monsoon سهلة جدا نلقوها أقولها monsoon monsoon والإس الأخيرة بتاعت الجامعة أعملها أقولها زي الزت زي الزي monsoon 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 ex-plurer يعني مستكشف ex-plurer لغاية ال-r بس كده معناها يستكشف de verb بفعل أنا زودت لها i-r عشان أجيب اسم الفعل الشخص اللي بيستكشف اسمه إيه؟ اسمه ex-plurer 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 أزودت i-r زي ما قولنا فوق ex-plurer مستكشف أما البصلة يعني campus 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 طبعا هنا القول الأولة بقولها a زي u شوية a k على طول campus campus والa شوى الa اللي بعد p شوى شوى حبابي زي ما قولنا هو صوت بيتقل الحروف المتحركة بيبقى ما يقابل silent كده في الحروف غير متحركة يعني بيبقى خفيف جدا campus 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 design يعني يسمم design 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 يسمم يضع التصميم طب المصمم بقى الشخص اللي بيضع التصميم يا طرح هزود لها e-r ولا u-r لا هنا هزود e-r تبقى designer design designer design designer design designer design يسمم designer مصمم roads يعني طرق roads 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 والقو هنا واليوب ونمقاو roads 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 طرق language language لغة language language جاياغرافي علم الجوغرافيا جاياغرافي 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 history علم التاريخ history 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 math رياضية وتعرفينها طبعا math studies studies يعني دراسات studies 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 طبعا هي كمان المادة الدراسات الاجتماعية اسمها social studies لكن هنا studies يعني دراسات عموما studies عندي هنا بعض definitions التعريفات المهمة navigator مين هو navigator الملاح مين هو الملاح a person شخص who can find their way at sea الشخص اللي يقدر يعرف طريقه في البحر ده اسمه ملاح the person who can الذي يستطيع هو هنا معناها الذي who can find their way at sea في البحر astronomy هو علم من العلوم المهمة جدا علم الفلك the study of everything in space the study هنا معناها دراسة دراسة everything كل شي in space في الفضاء دراسة كل شي في الفضاء اسمه astronomy the study of everything in space ده ايه بقى كل شي في الفضاء ده the planets and the stars الكواكب والنجوم planets and the stars وكل ما موجود في الفضاء كمان غير دول planets and the stars الكواكب والنجوم sailors البحارة people who work on a ship or boat الناس اللي work on بيشتغلوا على مركب ship or boat طبعا الفرق بين boat وship boat مركب صغيرة قارب يعني وship هي المركب الكبيرة اما بنانسلا شبه الجزيرة قطعة من الارض with sea all around وفي بحر حولها من كل اتجاه except باستثناء يعني انا كده جبت except معادة او باستثناء عشان استثني for one side باستثناء جانب واحد يعني جانب واحد بس ما فيهوش مياه فده اسمه ايه؟ peninsula fascinated boy very interested in very interested in مهتم جدا عجبه جدا ممبهر بالشيء ده او مفتون به navigate يبحر find your way at sea يعني تعرف طريقك في البحر يبقى انت كده بتبحر او تجد طريقك في البحر يبقى انت كده بتبحر find your way at sea تصريفات regular verb الافعال المنتظمة اللي هي طبعا بزود للتصريف الاول present المدارع ed عشان يجيب الباست وباست participle للتصريف التاني والتالت اللي هو الماضي والتصريف التالت فانا عندي هنا travel زودت لها ed بقى traveled traveled explore عندها ايه اصلا فانا هزود لها دي بس explore explored explored وهكذا improve يحسن هضيف برضو دي بس improve improved improved describe described described traveled 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 explored 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 improve improved improved described 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 regular verbs الافعاية الغير المنتظمة طبعا اللي أنا بحفظها مفيش حل تاني هنقول وقولوا معي find found found find found نحاول نغنيها عشان تبقى سهلة واحفظها بسهولة واحفظها شافوا كده التلاتة على بعض وبعدين احفظها تحريري بالكتابة find found found find found found understand understood 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 have has had جعرفين هادي see saw seen see saw seen see saw seen write wrote written write wrote written write wrote written know new known know new known know new known طبعا كي هنا silent become became become become became become become became become سهلين جدا important expressions and prepositions حروف الجر الهمة والتعبيرات الهمة the first Arab seaman يعني اول بحر عربي the first Arab seaman the first Arab seaman the first Arab seaman hundreds of years ago منذ مئات السنين hundreds مئات of years ago hundreds of years ago the Arabian peninsula شبه الجزيرة العربية the Arabian peninsula the Arabian peninsula across the world عبر العالم across the world across the world across the world a piece of a piece of طبعا الجزء ده مهم جدا نحفظه على بعض وكده بالحروف الجر معاه عشان يبقى سهل علينا ان احنا نستخدمه من غير ما نقعد نفكر يا ترى ايه الحرف اللي بيجي لا احنا حفظينه معاه اصلا a piece of جزء من a piece of a piece of known as known as معروف بانه ايه يعني known as the first Arab seaman معروف انه اول عربي بحر known as known as known as أو known as the master of the sea معروف بايه سيد البحر at the young age at the young age at the young age the the Indian ocean طبعا هنا ذا قلتها ذي ليه؟ عشان Indian بتبتدي بفعول اللي هو letter i the Indian ocean المحيط الهندي the Indian ocean the Indian ocean the red sea البحر الاحمر the red sea طبعا ناخد بالنا Indian the i capital ocean the capital the red sea the r بتاعت red capital والs بتاعت c capital بالرغم انه هما لما بيجوا يعني كلمة sea ocean لما بيجوا لوحدهم بيبقوا اسمول عادي هنا عشان دخلين في الاسم يعني هو اسمه بس مش الاحمر اسمه البحر الاحمر كلمة البحر دخلة في الاسم the red sea over the years على مر السنين over the years over the years travel safely travel safely وسافر بأمان travel safely listen to listen to يستمع الى listen to on the sea on the sea في البحر on the sea on the sea listen بتاعنا بيتكلم عن famous navigators يعني البحارة المشهورين وهنتكلم عن واحد بالتحديد اللي هو أحمد ابن ماجد أحمد ابن ماجد طبعا هو بحارة عربي مشهور جدا هنقرأ عنه التكست ده ونعرف عنه a lot of information معلومات كتير بيقول لي هنا have you heard about أحمد ابن ماجد طبعا ده question بيبتجي به عشان يصير اهتمامي إن أنا أقرأ بعد كده وأعرف المعلومات عن البحار ده فهنا بيقول لي هل أنت سمعت عن have you heard about أحمد ابن ماجد نلاحظ هنا إنه هو استخدم have وheard اللي هو التصريف التالت ليه يعني نستخدم زمن present perfect مضارع تام ليه لأنه هو بيقول لي هل أنت عمرك في حياتك قبل كده خالص سمعت عن البحار ده فهنا استخدم المضارع التام present perfect يعني عن أي حاجة سابقة عمرك أنت سمعت عنه he is the person هو الشخص who made it easier for us to travel on the sea هو الشخص هو الذي إحنا عارفين هو الذي بيجي قبلها على طول عائدة على عاقل فكلمة person عاقل شخص made it made ده طبعا البست بتاع make وmake أو made لها أكتر من معنى تيجيب معنى made هنا صنعة تيجيب معنى صنعة أو جعلة فهنا جايب معنى جعلة فجعلة من السهل أو أسهل easier for us بالنسبة لينا to travel أن نسافر on the sea في البحر يعني خلى السفر لينا في البحر أسهل today اليوم ابن ماجد ابن ماجد كان أول بحار عربي وهو تعلم كيف أن يبحر يعني يعني عرف الطريقة كيف يبحر في البحار أو يجد طريقه في البحار وبيشرح لي نافيجيت قال لي navigate means to find your way around نافيجيت معناها أنك تقدر تلاقي طريقك فالنافيجيتر مثل السيلور السيلور مجرد واحد بيشتغل على المركب ده بحار لكن النافيجيتر ده ملاح يعني هو عارف السكة في البحر عارف يروح إزاي والطريق إزاي عاش من مئات السنين هندردس مئات ناخد بالنا حبابي هنا كل الأفعال تقريبا هنا مستخدمة في البست في الماضي ليه لأن بتكلم عن واحد عاش في الماضي يبقى ماضي وجميع الأفعال هقسم الرقم 14 32 اللي هو دلوقتي يعتبر دولة عمان هو كان مبهور بالبحر أحب أن يستمع إلى القصص عن سيل سيل عن البحور من والده يعني هما كانوا برضو بيشتغلوا في البحر وهو كان بيسمع القصص منهم فهي واز فاسينات باي دسي أصبح مفتون أو منبهر بالبحر هوا وير جريت سيلرز الذين كانوا بحارة عظماء مين اللي هو هز فاذر واند هز جران فاذر بابا وجده هم كمان كان عندهم السفن الخاصة بيهم بفور ابن ماجد قبل ابن ماجد بقى واز بورن ما يولد يعني هو عمره صغير عنده سبع سنين بس هو روح في أول رحلة لي في البحر ابن ماجد كان رجل زكي جداً ودرس كثيراً ات نايت لاني زمان ما كانش فيه طبعاً الأجهزة الحديثة اللي موجودة دلوقتي فكان السيلرز البحارة بيعرفوا طريقهم في البحر عن طريق ستارز النجوم بحسابات كده معينة وعارفين أشكال النجوم فعن طريق النجوم كانوا بيقدروا يعرفوا الطريق بتاعهم فايند دير وي ابن ماجد فعشان كده يعني دراست الفلك مهم جداً عشان يعرفوا النجوم ومواقعها ابن ماجد ستادز هيلبت هم الدراسات بتاعته الدراسات دا اللي قلناها دي اللي هي languages math geography astronomy كل دا هيلبت هم understand the winds ساعدوه انه هو يفهم الرياح طبعاً الرياح مهمة جداً للبحارة عشان هي بتقودهم the monsoons وكمان الرياح الموسمية monsoons and the stars in the sky والنجوم في السماء يبقى هو عرف الرياح ومنسون والستارز كمان فكل دا سهل عليه انه يكون the first Arab seaman اول بحور عربي as he got older ابني ماجد became known as a master navigator as he come older يعني مع تقدمه في السن يعني لما بقى اكبر old كبير older اكبر became يعني اصبح ابني ماجد became ابني ماجد اصبح known as a master navigator معروف انه هو ملاح محترف يعني سيد الملاحة من كتر ما هو محترف يعني he used the campus واستخدم البوصلة اللي هي ولاد البوصلة اللي هي دايما بتشير الى الشمال north دي طبعا اكيد درستوها في social studies but when he saw it could work better on the seas عندما رأى انه يستطيع انها تستطيع it هنا على ال campus لو هي تستطيع work better تعمل بشكل افضل on the seas في البحار عمل ايه يعني لانه ممكن تتحسن عمل ايه حسنها he improved the design هو حسن او طور التصميم بتاعها يعني هو للفضل في تطوير البوصلة it was then more reliable for sailors to use اصبح موثوق فيها اكتر يعني دقيقة اكتر وموثوق فيها بالنسبة للسيلور للبحارة to use ان يستخدموها يعني البحارة كانوا بيستخدموها وهم موثقين فيها اكتر لانها بقت اكتر دقة بفضل التحسين او التطوير اللي عمله لها احمد ابن ماجد over the years على مر السنين ابن ماجد روت طبعا روت البست بتاع رايت كتب كتب ايه 38 books describing what he knew كتب 38 كتاب describing يعني يصف بيوصف في what he knew ما يعرف يعني كل حاجات اللي عرفها حطها في 38 books some of his books has had information about roads to different places يعني بعض الكتب فيها معلومات عن الطرق لأماكن مختلفة يعني وصف للأماكن والطريقة اللي بنروح بيها and some described the history وبعضهم وصف تاريخ افصيل تاريخ الابحور they helped sailors travel from the arabian peninsula to india east africa and other places فهنا بيقول انهم الكتب دي ساعدت البحارة انهم يسافروا من arabian peninsula شبه الجزيرة العربية to india للهند east africa شرق افريقيا and other places واماكن اخرى he even wrote poems وهو حتى كتب قصائد شعرية across the world عبر العالم احمد ابن ماجد is still famous احمد ابن ماجد مازال مشهور حتى الان still يعني مازال his books have helped many sailors for hundreds of years الكتب بتاعته ساعدت كثير من البحارة لمئات السنين hundreds of years with ابن ماجد's help بمساعدة ابن ماجد we can all travel safely on the seas نحن نستطيع جميعنا all احنا كلنا ما يعني travel safely نسافر بامان safely بامان طبعا دي الحال الادورب من safe safe يعني امن safely بامان on the seas نسافر بامان في البحور كده خلصنا الليسن السهل جدا هنحل عليه الاكسرسايز من الباهر عندي هنا read and complete the tickets with the words in the box هنقرأ الاول الكلمات اللي في الباكس monsoons astronomy languages sailors doctors ابن ماجد was a very intelligent man he studied a lot he learned space and learned about math geography طبعا هو هنا حكتب اسم الحاجة اللي هو تعلمها and space برضو يبقى number one وnumber two حكتب فيها اسماء العلوم اللي هو اتعلمها فهو اتعلم ايه اتعلم languages لغات وكمان اتعلم astronomy علم الفلك astronomy was important because the stars at night helped علم الفلك كان مهم عشان النجوم ساعدت مين هنا حكتب الناس اللي تساعدوا اللي هم مين sailors ولا doctors طبعا اكيد sailors to find their way اللي يجدوا طريقهم هنا بيقول لي ان درساته ساعدته انه يفهم الرياح there's peace and the stars in the sky وايه كمان والنجوم في السماء طبعا والرياح الموسمية اللي هي well done اللي قال monsoons الرياح الموسمية الرجاء وضع لايك على الفيديو لتشجيعنا على الاستمرار choose the correct answer from a b c or d one space is a person who can find their way at sea مين الشخص اللي بيلاقي طريقه في البحر طبعا هنا a يبقى انا هحط بعدها اسم بيكون singular ويكون بيبدأ بconsonant بحرف second عندي هنا footballer navigator doctor teacher طبعا مين اللي بينتقل في البحر هو navigator الملاح او البحار two space is the study of everything in space the planets and the stars ايه هي الدراسة اللي بندرس فيها كل شيء في الفضاء الكواكب والنجوم طبعا هي astronomy اللي هو علم الفلك three space are people who work on a ship or a boat الناس اللي بيشتغلوا في مركب او في قارب هم طبعا sailors دي مش هايزة حاجة engineers مهندسين peakers خبزين butchers جذرين لا هو sailors بحرين four to find your way at sea لتجد طريقك او تعرف طريقك يعني في البحر means to space معناها ايه معناها انك well done navigate طبحر five space means very interested in معناها مهتم جدا بي طبعا دي خطناها اللي هي well done لللي قال fascinated boy read the text and answer the questions as he got older مع تقدمه في العمر ابن ماجد became known as a master navigator بقى معروف بسيد الملاحة he used a compass واستخدم كمان compass اللي هي البوصلة but when he saw it could work better on the seas لما رأى او عرف يعني ان هي ممكن تعمل بشكل better افضل بقيت اكتر وثوقا يعني بقيت ادق ما معناه يعني اكثر دقة بالنسبة للبحارة ان هما يستخدموها هو كتب 38 كتاب بيصف في اللي هو يعرفو بعض الكتاب لديه ادقاء عن routes to different places بعض الكتب بيبقى فيها وصف للطرق لاماكن مختلفة and some described the history of sailing وبعضها يصف تاريخ الابحور they helped sailors travel from the arabian peninsula to india east africa and other places الكتب دي ساعدت البحارة انهم يسفروا من شبه الجزيرة العربية للهند والشرق افريقيا واماكن اخرى he even wrote poems هو كمان كتب حتى كتب قصائد across the world فعبر العالم بقى احمد ابن ماجد is still famous مازال مشهور his books have helped many sailors for hundreds of years الكتب بتاعته ساعدت كثير من البحارة لتنمئات السنين with ابن ماجد's help بمساعدة ابن ماجد we can all travel safely on the sea نحن جميعا نستطيع السفر بامان في البحر استخدم ايه من دول في البحر طبعا استخدم البصلة اللي هي canvas ابن ماجد wrote space books describing what he knew كتب كام كتاب طبعا فوق مكتوب الرقم اللي هو 38 ثري some of ابن ماجد's books بعد كتب اللي ماجد described the history of وصف التاريخ ايه طبعا تاريخ البحار اللي هو sailing answer the following questions how did the books help sailors كيف الكتب ساعدت البحارة فحقول من الجزء ده they من اول they helped sailors travel ساعدت البحارة ان هم يسافروا from the the arabian peninsula to india east africa and other places انهم يسافروا من شبه الجزيرة العربية للهند وشرق افريقيا واماكن اخرى to what does the underlying pronoun they refer to الضمير اللي تحت خط they عائد على مين يعني يقصد بمين اما يجي السؤال ده حبايبي اول حاجة حكت بإيه it refers to قبل حتى معرف عائد على مين يعني it عائد على الكلمة حتى لو كانت كلمة جمع فهي في الاخر كلمة يبقى it refers to ربعا الكتب بتاعة ابن ماجد فحقول ابن ماجد بوكس ابن ماجد بوكس كتب ابن ماجد ومنساش اكتب ابن ماجد عشان الكتب تبقى بتاعته ابن ماجد الملكية اللي بعدها ملك للقبل put the words in the correct order to make sentences one write did what type of books ابن ماجد السؤال ده في حاجة عادة تلاقوا كلمات مش عارفين تحطوها فين يعني زي كلمة type و off books هي لو what did ابن ماجد جميل خالص ماذا كتب ابن ماجد لكن انا عمتي type و off books حطوهم فين لما تلاقي حاجة كده محياراك ارجع فكر هل what هنا لوحدها جاية في خانة اداة الاستفهام لا هنا مش بيقول ماذا هو بيقول ما انواع الكتب دي كلها اداة استفهام يبقى حقول what type of books did what type of books did ابن ماجد write what type of books is ابن ماجد write type يعني نوع بتسوي kind كده وممكن كانت تبقى what kind of books برضو صح to navigate ابن ماجد learned the seas how دي جملة خبرية عادية خالص يبقى ابن ماجد learned learned هيبقى هنا عندي الفاعل وفاعل ابن ماجد learned how to navigate the seas ابن ماجد learned how to navigate the seas كيف يبحر في البحور three ago of ابن ماجد lived hundreds years فهنا طبعا هبتدي بالفاعل اللي هو ابن ماجد lived فاعل فاعل على طول lived hundreds of years ago ابن ماجد lived hundreds of years ago ابن ماجد عاش من مئات السنين رأيت براجراف أباوت أحمد ابن ماجد نستخدم فرست عرب سيمان fascinated by learned و كالعاد حبيبي البراجراف بعمله في سيشن الواحد صغير كده عشان تركز معي استناني في السيشن بتاع البراجراف اللي ان شاء الله هتلاقي الرابط بتاعه في صندوق الوصف في الفيديو ده هنكتب البراجراف بطريقة سهلة لا يمكن تتلخبط فيها أبدا 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 وكمان بجمل سبتة لو استفدت ما تنساش اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسئمين